السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب الجميع في قناة شوات أمزين ونتمنى الفيديو لقاء الجميع بخير وعلى خير الحلوة اليوم تشوفوا معي حلوة سنعدلوها توجدها في عشرة خيار سهلة بسيطة في الخلط الكهربائي ان شاء الله الفيديو سوف يعجبكم وان شاء الله جروة كذلك تنجح معكم لا تنسو شي البنات تشوفوا الفيديو وتخليوا لي تعليقكم الرائع وضغطوا على زر اللايك كذلك لأول مرة كيزوا القناة شوات أمزينها لا تنسو شي الضغط على زر الاشتراك حلوة اليوم سنعدلو هذا اليوم هادي وهذه الشكل هدا بالنسبة للتزيين كل واحد يزين كيف شو ما أبغى ولكن نصيحة أحسن تزيين هو بهذا الطريق هادي الشوكولاتة أو طريقة الفيرر وروشي نبدأوا مع الطريقة والمكونات بسم الله لدينا ثلاثة الحبة البيض بحرارة الغرفة كاس اللاروب الكاس كبير كاس سكر غلاسي أو سكر بودرة خمارات 7 جرام قليل من فانيليا ونصف كيلو نعمل كل شي في الخلط ثلاثة الحبة البيض طبعا يكونوا بدرجة حرارة الغرفة ونعمل هنا كاس عمر سكر غلاسي وعندي نايا زيت المائدة كاس اللاروب نخلي لكم البنات العبارات صندوق الوس كذلك بالقرب خليل من الفانيليا ونخلط المكونات وندمجه ودخل فيها الهواء نخلطه في خلط الكهربائي طبعا تعجونها بالعجان أو باليد ولكن الخلط الكهربائي كذلك من الحاجات التي سهل العمل وضغية الحاجة ونخلط المكونات ونخلط المكونات ونضيف الضقائق ونضيف الضقائق ونضيف الضقائق سوف نضيف الضقائق عندما نضيف الضقائق ثم يسخむ كابات حيث كيف تطليق الضقائق يجب على سلم ثم ينضيف الضقائق ثم يسخح يجب الضقائق في الجانب ymee نضيف 17 جرم خميرة نضيف حجينة خفيفة نضيف حجينة نضيف حجينة خفيفة نضيف حجينة خفيفة نضيف حجينة خفيفة نحتاج إلى قطعة أو مرشم نضيف حجينة خفيفة نضيف حجينة خفيفة نضيف حجينة خفيفة سوف تستمر الكمية كاملة في هذه الشكل سهلة وضغية نكمل الكمية نقوم بحراب الرقاقين ونقطعهم كذلك سوف نقوم بشور لحصل سوف نتمكن من وضغية سوف نكمل الكمية كاملة نفترض للفرن يجب أن تكون قدروا بيدكم كمية كاملة ونعملها في صانيات الفرن فرن يسخن فرن تعتمد نفس الطريقة نكمل كمية كاملة شكلتها في 4 ساعة كان لدي الغداك يطيب كان لدي الغداك يطيب وعندها سليتها سوف ندخل الفرن تجد 180 دراجة تصبح اللون الذهبي وعندها سخونة وفي حالة قلت كل واحدة وفرن تجد من اللي سوف نتخلق الحلوة من الفرن سوف نبريده لتبريده نهائيا انا عملتها في الظهور وزوقتها من العشية هنا سوف نزوقها بطريقة الفيرور الرشي وانا تعجبني الطريقة وتعجبني الحلويات وتعجبني في الكيك فدائما لدينا شكلتها او الكوكا وكونكا سوف نأخذ حساب الاختيار سوف ندخل حلوة بعد مرده سوف ندخل شوكالاتة بيضاء والشوكالاتة السوداء والشوكالاتة بالحليب وانتم ما يبقى لكم اختيار سوف ندخل شوكا او ملعقة وانا نحن نصف بالملعقة الشوكالاتة التي لديها الكوكا وكونكاسي او الفول السوداني سوف نقوم بها تشكلها بمغروفة ونصفق الزوائد حتى نكمل كمية بالنسبة لدينه بالنوع واحد للشوكالاتة لتغيير وكذلك سوف نكمل ثلاجة نوجد الكمية الثانية بالشوكالاتة السوداء بالنفس طريقة سوف نقوم بشوكالاتة نقوم بشوكالاتة الشوكالاتة بالنسبة لبنات نجح هذه الطريقة لديها النصائح كامل سواء شوكالاتة البيضاء أو شوكالاتة السوداء بعد ذلك شوكالاتة الحليب وقسم الكمية لقد تستطيع أن تستطيع شوكالات واحدة لكن بالنسبة للتزيين نصحكم بالشوكالات لن نصحكم شيء طريق أخرى للتزيين هذا الشكل يالوم البنات بعد أن يأتي بشكل رائع وطبعا في المعضاق أهم شيء أنها سهلة وإقتصادية فيها مكونات بثاف إن شاء الله جربوها كذلك تنتمه وتنال إعجاب تلكم شكرا للمشاهدة متبقوا لشاريعيه بتعليقاتكم و أرائكم و بالبرتاج للفيديو لأول مرة كتظر قناة شيوة أمزينة كنرحب بها و كنقول لا نورتي القناة ما تنسى شيء تفعل الجرس باش توصل بالوصفات بمجرد ما كنحطها في القناة شكرا للمشاهدة و إلى اللقاء شكرا للمشاهدة